اشتركوا في القناة في الرباط وهي تبثيلية دبلوماسية تجسد الالتزام وتطلع الثنائي لتوطيد الشركة الافريقية والتعاون في مختلف المجالات في النشط أيضا إشادة واسعة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي الهدف إلى التوصيل إلى تسوية النهائية لقضية الصحراء ذلك عقاب الندوة الإقليمية للجنة الـ 24 لمنطقة الكاريبية المنظمة بدومينيكا وابتداء من الحادي وثلاثين من غشت الجاري سيشعر في تنظيم عملية تلقيح واسعة تشمل المتمدرسين المتراوحة أعمارهم بين 12 و17 السنة أهلا بكم من جديد بعث صاحب جلال الملك محمد السادس مرقية تعزيا ومؤساة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثر الهجوم الارهابية الذي وقع قرب مطار كابل وأصفر عن سقوط الجرحة وقتله في صفوف القوات الأمريكية ذو أعرب جلال الملك بهذه المناسبة الأليمة للرئيس الأمريكي ومن خلاله للأسر المكلومة والشعب الأمريكي عن أصدق التعازي متمنيا جلاته وشفاء العاجل للجرحة والمصابين كما أكد صاحب الجلال الرئيس الأمريكي الالتزام الراصخ للمملكة الشركة التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف إلى جانب بلدكم في التصدي للأرهاب الدولي كما بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس مرقية تهنية إلى فقامتها السيدة مايا ساندرو رئيسة جمهورية مولدافيا ذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها وعرب جالة الملك في هذه البرقية عن أصدق التهاني لفخامة الرئيسة ساندو مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الملافي بطراضي التقدم والازدهار تم اليوم من رباط تدشين سفرة جمهورية سيراليوم بالمغرب وترأس حفلة تدشين الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزول ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بسيراليوم ديفيد فرانسيس جمهورية سيراليوم تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتفتتح رسميا سفارة لها بالمغرب خطوة تأتي لتعكس متانة وقوة العلاقات التي تجمع الرباط وفريتاون لدينا علاقات تنائية قوية مع المملكة المغربية كما تجمع رئيس جمهورية سيراليوم مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس علاقات متنة وهو ما يدفعنا إلى تقوية والحفاظ على هذه العلاقات وكل ذلك في إطار التضامن الإفريقي لأنه معنا يمكن أن نعمل على إنجاح الشراكة الإفريقية هناك اتفاقيات للتعاون بين بلدينا في مجالات الاستثمار الاقتصاد التربية والتكوين وكذلك الأمن والأسبوع المقبل ستفتتح جمهورية سيراليوم قنصلية عامة بالدخل وهو ما يعكس الدعم المتواصل لهذا البلد الإفريقي الشقيق لمغربية الصحراء على المستوى الدولي وخاصة على المستوى الإفريقي بافتساح جمهورية سيراليوم قنصلية عامة لها بالدخل في غضون الأيام القليلة المقبلة ستكون بذلك التمتيلية القنصلية الخامسة والعشرين التي يتم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريسا اليوم تعيين الروسي أليكسيندر فانكو ممثلاً خاصاً له للصحراء المغربية ورئيساً لبعثة علمين ورسول شارك وفد مغربي يقوده السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في أشغال الندوة الإقليمية للجنة الأربعين وعشرين لمنطقة الكاريبية المنظمة بضومينيكا وتشكل هذه الندوة مناسبة للوفد المغربي لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر مستجدات قضية الصحراء سواء في الميدان أو على المستوى الدولي والأممي كما مكنت من كشف النقاب عن دور جزائر ومسوليتها في نشهة النزاع الإقليمي حول الصحراء وإطالة آمده وتسليط الضوية على الأعمال العدائية لهذا البلد ضد الوحدة الترابية للمملكة تقرير لإستحمد مسيري ينعقد هذا الاجتماع الأممي في سياق يتميز بالنجاحات الدبلوماسية الباهرة التي حققتها المملكة والتي تكرس مغربية الصحراء ويتعلق الأمر على وجه الخصوص باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمغرب على قليمه الجنوبية وكذا افتتاح 24 قنصلية عامة بمدينتي العيون والداخل هنا وأمام اللجنة الرابعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة جددت كودفوار التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الرامية للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من كافة الأطراف وقائم على الواقعية بشأن النزاع حول الصحراء وبالنسبة لممثل كودفوار فإن كافة هذه المبادرات الوجهة وذات المصداقية تعكس إرادة المملكة المغربية تعزيز الحكم الذاتي سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي الذي تمنحه لمنطقة الصحراء كما رحب بتشبث المغرب بالعملية السياسية التي تجري بشكل حصري تحت رعاية الأمم المتحدة لحل النزاع حول الصحراء واغتنم ممثل كودفوار هذه المناسبة للإشارة إلى الجهود الهامة التي يبذلها المغرب في إطار نموذجه التنموي الجديد لأقالمه الجنوبية من جانبها أشادت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي الهدفة إلى التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة كما نص على ذلك القرار 693 الذي تم اعتماده خلال قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوت سنة 2018 بدورها جددت سانت لوسيا التأكيد على دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرة أنها تشكل الحل الوحيد الجاد والواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء وأضافت مندوبة سانت لوسيا خلال هذه الندوة الأممية أود أيضا أن أشيد بجهود المغرب الهادفة إلى تطوير الصحراء وتحسين مستوى عش ساكنتها وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة من جانب آخر شددت سانت لوسيا على أن الوقت قد حان للاستماع إلى كافة دعوات مجلس الأمن منذ عام 2011 للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تيندوف الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية الأساسية للانتهاك إلى ذلك جددت دومينيكا تأكيد على دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في احترام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب وذلك باعتبارها الحالة التوافقية الوحيد للنساع الإقليمي المفتعل حول الصحراء علاوة على ذلك رحبت دومينيكا بمشاركة ممثلين منتخبين ديمقراطيا عن الصحراء المغربية في الندوات والاجتماعات الإقليمية لمجموعة الأربعة والعشرين الضوء ما لوحظ مؤخرا بعض من هذه الحالات سواء بالمغرب أو بالخارج ولا سيما شهادات الكشف عن الكوفيد وجوازات التلقيح دعت رئاسة ونيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة بكوفيد-19 واعتبرت في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم السناف ووكلاء الملك لدى المحاكم تدائية مثل هذه الممارسات جرائم معاقب عليها بموجب القانون وفي هذا الصدد حثت دورية الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها والتعامل بصرامة لازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارب للقانون والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة في مسجدات الحل الوبائية أعلنت وزارة وصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 6863 إصابة جديدة بقفة 19 و9188 حالة شفاء و92 وفاة خلال 24 ساعة الماضية وبرزت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 18 مليون و162 ألف و608 أشخاص فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 14 مليون و174 ألف واربعمائة واربعون شخص وتتوزع حالة الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة على صعيد الجهات الجنوبية بتسجيل 131 حالة بجهة قليمي مؤذنون 136 حالة بجهة العيون الساقر الحمراء و86 حالة بجهة الداخل وادي الذهب إلى ذلك قررت لجنة والبي وزارية برئاسة رئيس الحكومة اليوم تنظيم عملية تلقيح واسعة ستشمل متمدرسية تعليم العمومي والخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية الذين تتراوح عمارهم بين 13 و17 سنة وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الحادي والثلاثين رشد الجاري تقرير في الموضوع العيان السرطي أوضح بلغ مشترك لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة سدارة عقب اجتماع عقدته اليوم اللجنة البين وزارية أن هذه العملية تهدف إلى ضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل وتحقيق أثر إيجابي على جودة التحصيل الدراسي واكتساب التعلمات الأساسية مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المؤسسات التعليمية التي ستحتضن مراكز التلقيح الخاصة بالفئة العمرية 12 سنة 17 سنة من خلال البواب الإلكترونية الرسمية لقطاع التربية الوطنية والمواقع الإلكترونية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية وكذا صفحات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما سيتم اعتماد وحدات متنقلة للتلقيح على مستوى العالم القروي والمناطق النائية وبحسب البلاء فقد جاء اتخاذ هذا القرار بعد عرض تقرير اللجنة العلمية المكلفة بالإستراتيجية الوطنية للتلقيح على أنظار اللجنة البين وزارية برئاسة رئيس الحكومة خلال اجتماعها الذي انعقد اليوم وأبرز المصدر ذاته أنه في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 أوصت اللجنة العلمية المكلفة بالإستراتيجية الوطنية للتلقيح خلال الاجتماع المنعقد أمس الخميس بحضور اللجنة العلمية المكلفة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد 19 والقطاعة الحكومية المعنية بضرورة تلقيح الأطفال البالغين ما بين 12 و17 سنة لحماية كافة المواطنات والمواطنين بالنظر إلى تصاعد الحالات الإيجابية المسجلة ضمنها وخطوة مهمة لتسريع تحقيق المناع الجماعية واعتماد استخدام لقاح سينوفارم وفايزر التي أثبتت التجارب الدولية فعاليتهما وسلامتهما عند هذه الفئة العمرية مع التأكيد على أن هذه العملية يجب أن تكون تطوعية واختيارية ومشروطة بموافقة أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين البلاغ جاء فيه أيضا دعوة جميع الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى مرافقة بناتهم وأبنائهم نحو أقرب مؤسسة تعليمية من مقر سكنهم مخصص لهذا الغرض من أجل الاستفادة من الجرع الأولى من اللقاح ابتداء من الواحد والثلاثين من شهر غشت الجاري كما يهيب بهم الإنخراط بكثافة في هذه العملية الهمة التي ستمكن من حماية أسرهم وأطفالهم وكذا ضمان متابعة دراستهم في ظروف آمنة وحثهم على مواصلة الإنخراط بتدابير الاحترازية التي توصي بها السلطات الصحية وذلك من أجل تجنيب بلادنا أي انتكاس وبائية محتملة في موضوع آخر أجل ستارو بقليميم على دورة تكوينية التي نظمها المركز المغربي للإبداع والمقاولة للشماعية والتي ترم تطوير وتعزيز روح الإبداع لدى فهات الشباب في المتابعة عياد السرتي حافظ محضار وجمال الخصاص سعيا وراء السقل وتطوير روح الإبداع لدى شباب جهة قليميم ودنون تنظم هذه الورشة التكوينية محاور التدريب ترتكز على استعراض مقدرات وإمكانيات الجهة وسوب لتطويعها لما يستجيب لأفكار مشاريع الشباب نتلقى برنامج لهذا فجاله كيف يمكن الشباب والشابات المنطقة يفكروا في إمكانيات لكيين في المنطقة ويخرجوا منها مشاريع كي يحلوا الإشكالات لكي يعني منها ويمكن لهم يخلقوا فرص هذا اللقاء الأول اللي يبدأ في شهر غشت في الثلاثة الأيام الأهداف دياله عندنا مجموعة المشاركين من أربع أقليم الجهة إقليم أسترزاق، إقليم طنطان، إقليم سديفنو، إقليم قلميم يشوفوا الإمكانيات المتغفرة في الجهة الإشكالات وكيف يمكن لهم القوحول المختلفة اللي يمكن لهم محلو هذا البرنامج إن شاء الله يكون فيه سنة كاملة مجموعة هذه البرامج التدريبية مواكبة هذه المشاريع لمنها خلق فرص عمل عملية ومشاريع كتحل إشكالات المواطنين ورشات امتدت على ماذا ثلاثة أيام حيث حرص تقم البشري من الخبارة على تأطير المستفيدين وتمكينهم من آليات إنجاح تجارب مقاولاتية تقوم على استثمار مقدرات الجهة جينا باش نستفدو من هاد التكوين باش نعرفوا الأقاليم الجانوبية باش كتكوين والمميزات ديالها باش نقدروا من بعد إن شاء الله لأفكرنا في شي مشروع ولأو نديروا شي استثمار في هاد أربعة الأقاليم يكونوا عندنا الأفكار الإيجابية واشنوك تميز كل إقرام باش كي تميز نستفدن منه بزاف ديال أمور كتعلق بالمقاولاتية كيفاش تلقى الإشكالات دياله اليومية ديالك وكيفاش تعرف المؤهلات ديالجية ديالك وانطلاقا من هاد المؤهلات كيفاش تخرج حلول لأنها غادي تعالج الإشكالية اليومية ديال الساكينة ديالة للمدينة الهدف دياله أنه شباب ديالجهات قلمين ودنون يخدموا في ثلث أيام على الإشكاليات اللي كتعاني منها الجهة ويقدروا يخرجوا في الأخر ديالات الثلث أيام مشاريع مقاولاتية اللي كتحل الإشكاليات اللي كيعانيوا منهما كشباب اللي كيعاني منها المجتمع اللي يضير بهم حلقة تدريبية في مسلسل تكويني يمتد لسنة كاملة غايته الأساس يتمكن شباب الجهة من فرص اكتشاف ما تزخر به من مؤهلات تستشرف مستقبلاً واعداً لأقاليمها وأبنائها انطلاقاً من استثمار أمثل ومعقلاً لمواردها المتنوعة ومن موضوع الانتخابات واعتماد الملاحظين نبدأ جولتنا الصحفية في الصحف الوطنية الصدرة يوم غد في تقريب استحمد بسيري نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة نهاية الأسبوع من صحيفة الأحداث المغربية وكتبت اعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أزيد من 4500 ملاحظة وملاحظة لتتبع الانتخابات المقبلة ويمثل هؤلاء الملاحظون والملاحظات 44 منظمة وطنية غير حكومية فضلاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيتوزعون على كافة الجهات وحوالي 17 جمعية غير حكومية دولية وبرلمانيين دوليين بحوالي أكثر من 70 ملاحظة وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفها رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظ الانتخابات أمين أبو عياش عقب اجتماع عقدته مع أعضاء اللجنة الأربعاء الماضي بمقر المجلس بالرباط أن مرحل اعتماد لملاحظ هذه الجمعيات قد تم في حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة صحيفة المساء كتبت في عددها الصادر نهاية الأسبوع أكد الأستاذ الجامعي إدريس قصوري أن قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب يعتبر مجاملة من قبل العسكر الجزائري لشراء دعم إيران بعد أن تراجعت الأسهم الجزائرية في البرصة الدولية خاصة بعدما أصبحت أبواب العديد من الدول الإفريقية والأوروبية ودول أمريكا اللاتينية تغلق أبوابها في وجهها وتردها خائبة وأشار المتحدث إلى أن قرار الجزائر يعبر عن أزمة داخلية وفي ذات السياق صحيفة كود إلكترونيا كتبت في آخر مسجدتها الإخبارية أكدت مجلة جونافريك أن السلطات الجزائرية لجأت تحت وطأة انتقادات داخلية شديدة إلى تحويل الأنظار بقرارها أحاد الجانب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وسجلت المجلة في تحليل للبيان الصحفي لوزير الشؤون الخارجية الجزائري الذي أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب أن السلطات الجزائرية التي تعرضت لانتقادات شديدة داخليا بسبب سوء تدبيرها لحرائق الغابات التي دمرت جزءا من البلاد وأجبرتها على طلب المساعدة من فرنسا استنجدت بنزعتها الكلاسيكية لتحويل الأنظار التي تلجأ لها في مثل هذه الظروف وفي هذا التحليل الذي وقعه فرنسوا سودان مدير تحرير جونافريك وتحت عنوان الجزائر المغرب رمضان العمامرة رجل إطفاء أم مضرم نيران تساءلت المجلة هل سيوافق الرأي العام الجزائري حكومته أو تحديدا جيشه طالما أنه من الواضح أن مثل هذا القرار لا يمكن اتخاذه دون إذن من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقرحة فيما يبدو أنه هروب إلى الأمام ومن صحيفة فاس بريست نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة نهاية الأسبوع حيث كتبت في آخر مسجدتها الإخبارية قال الباحث بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط نور الدين بالحداد إن اختيار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة يؤكد هروب حكام الجزائر إلى الأمام خوفا من فضح مزاعمهم والدعاءاتهم البغيضة حول قضية الصحراء المغربية وأوضح أن تعنت الجزائر ومواقفها المعادية للمغرب ينم عن حقد تاريخي للنظام الجزائري إزاء المملكة وأضاف أن العالم بأسره يشهد على المبادرات الإفريقية التي أعادت قراءة ملف الصحراء واعتبرت أن سيادة المغرب على أقالمه الجنوبية كاملة بحكم التاريخ والعلاقات الوطنية والوشائج التي جمعت سكان هذه المناطق بالعديد من الصلاطين في صفحة المشمولين برحمة الله انتقل إلى عفو الله المرحوم البشير والمحمد مولود والعب السلام عن عمر يناهز 83 عام الفقيد ينتمي لقبيلة صبوية وانتقل إلى رحمة الله الفقيد أحمد والمحمد والهفد عن عمر يناهز 80 عاما الفقيد ينتمي لقبيلة ولاد الله وانتقل إلى عفو الله المرحوم الشمسي أيوب والمولود والعبيدة عن عمر يناهز 53 عاما الفقيد ينتمي لقبيلة صبوية تغمض الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جنانه والهم ذويهم الصبوية وسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون أما اللحظة فإلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس غدا بمشيئة الله إذ من المرتقب أن تظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة صحب وهبوب بعض الرياح في أقصى الجنوب درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله 26 بالرباط بباقي المناطق 6 تباير ودرجات الحرارة واستراوح ما بين 26 بالطرفية 27 ببوشدور 34 بالعيون 36 بقليمين 43 بأسا 42 بزاك 37 بكل من اسمارة وبكرة بباقي المناطق 29 منتظرة بالداخلة 41 بالقويلة 42 بأوسرد وكذلك بمدريقة 41 من المنتظر أن تسجل بيقلس الزمو حات البحر وعلو الموج على الساحل الأطلسي الجنوبي سيكون البحر قليل الهيجان إلى هذه الفترة وحما بين المتر إلى متر شوق السمس غدا إن شاء الله على الساعة السابعة وثلاثون دقيقة والغروب على الساعة الثامنة واربعة عشر دقيقة أما عن حالة التقس بعض العواصم المدني المجاورة 33 بنواكشوط العاصمة البريتانية 29 بنواذبو 40 بالزولات و43 منتظرة بيتنو موسيقى ولمن فاتتهم ضامن هذه النشرة إليكم أبرز العلوي موسيقى جمهورية سيراليون تفتح سفرات لها في الرباط تنثيرية دبلوماسية تجسد الالتزام وتطلع الثنائل توطيد شراكة الأفريقية والتعاون في مختلف المجالات موسيقى وفي النشرة أيضا إشادة واسعة بالموادرات المغربية الحكم الذاتية الهدف إلى التواصل إلى تسوية النهاية لقضية الصحراء وذلك في عقابي الهدوة الإقليمية للجهة الـ 24 لمنطقة الكاريبي المنظمة بدومينيكا موسيقى موسيقى وابتداء من الحد وثلاثين من غشة الجاري سيشرع في تنظيم عملية تلقيح واسعة تشمل متمدرسين المتراوحة عمارهم بين 12 و 17 سنة موسيقى تأتي النشرة الإخبارية السلام عليكم ورحمة الله موسيقى 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 موسيقى